حتى يتبين لهم أنه الحق سؤال لطيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة أخي الحبيب هناك من يقوم ببعض الأبحاث ويقول في عام كذا سيحدث كذا بناء على نبوآت قرآن هو يسميها كذلك أو بناء على حسابات قرآنية سؤالك جميل أن الإنسان هل يحق له أصلا أن يتنبأ بالغيب أو هل يجوز أن يتنبأ بالغيب وماذا هنا النقطة المهمة انتبه معي ماذا لو أن هذا الشيء لم يتحقق هناك بعض الناس سيظنون أن الخطأ في القرآن لا يقولون إن الباحث أخطأ اجتهد وأخطأ في البداية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب والنبي بقي خلال فترة النبوة 23 سنة لم يحدد سنة معينة قال سيحدث فيها كذا كان يتحدث بشكل عام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العربي مرجا وأنهارا مثلا لا يحدد التاريخ لأن تحديد التاريخ خطير جدا هذا هو ما أسميه أنا الاجتراء على علم الغيب انظر معي إلى هذه الآية العظيمة قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب النبي يقول لا أعلم الغيب لا أعلم ماذا يحدث غدا فكيف يعلم ماذا سيحدث بعد السنوات ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون هذه واحدة الآية الثانية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قبل أربعين عاما تقريبا أو ثلاثين إلى أربعين عاما في الثمانينيات من القرن الماضي ظهر رجل اسمه رشاد خليفة وقال أنا اجتهدت وتنبأت بناء على حساب الجمل في القرآن الكريم وهو حساب غير صحيح ولكن ليس مجاله الآن قال اجتهدت وتنبأت أن يوم القيامة سيكون في عام كذا فالناس أنكروا ذلك لأن يوم القيامة لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى طيب هو الرجل يقول أنا اجتهدت يعني وبناء على حسابات قرآنية فهذا الأمر كان مرفوضا تماما لذلك أنا بالنسبة لي عندما تقول لي فلان من الباحثين اجتهد بناء على حسابات تتعلق بحساب الجمل الذي ليس له أي أساس علمي أي أساس علمي ليس له أو بناء على أرقام موجودة في القرآن استنبط منها أن أمريكا ستزول في عام كذا أو إسرائيل ستزول في عام كذا أو ستحدث كارثة سيسقط نيزك على الأرض في عام كذا هذا كله لا يجوز لا يجوز شرعا من الأصل لا يجوز الإجتهاد به لماذا؟ الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعني لا مجال الإجتهاد في هذا الأمر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ثم الله أمر نبينا أن يقول قل يعني قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله الآن الشاهد هنا ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إذن هذا التصريح واضح ومباشر من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمه الله علوم الأولين والآخرين قال ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير إذن النبي لم يكن يعلم الغيب الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يجتهدون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب تأكيد تأكيد عدة مرات أيها الأحبة في قصة سيدنا سليمان عندما مات يعني إذا كان هناك إنسان يستطيع أن يعلم الغيب مثلا يمكن أن نقول الجن لأن لديهم طاقات خارقة ذلك العفريط من الجن قال عندما اجتمع سيدنا سليمان بالملأ عنده قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ماذا قال العفريط من الجن؟ قال عفريط من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فهذا العفريط كان لديه أو الجن بشكل عام أحبة في الله لديهم قدرات هائلة يصعدون إلى السماء لا يحتاجون إلى مركبة فضائية ولا يحتاجون إلى رادارات ولا إلى وكالة فضاء ناسا ولا يحتاجون إلى شيء لديه قدر أن يلمس السماء الله تعالى يقول في سورة الجن وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهما هؤلاء عندما مات سيدنا سليمان معلم أنه مات وانتهى يعني أصبح الأمر في الماضي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بقوا يعملوا في العذاب والعمل ويصنعون ما كان يأمرهم به سيدنا سليمان عليه السلام قبل موته سنوات طويلة ثم تبين لهم من خلال هذه الدابة التي كانت تنخر في المكان الذي يتكئ عليه فعندما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين إذن حتى الجن لا يعلمون الغيب مع أنه حدث أمامهم ولا يعلمونه أحبة في الله طبعا هنا الله ينتقد من يدعي علم الغيب يقول أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون وآيات كثيرة أيضا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول إذن أيها الأحبة خلاصة هذا البحث أنني حسب اعتقادي وهذا اجتهاد شخصي طبعا قد يتفق معي البعض وقد يخالفني البعض لا يجوز لي أنا كمؤمن أن أجلس وأحسب حسابات من القرآن وبعض الأرقام القرآنية وأتنبأ بسقوط دولة ما بناء على بعض الأرقام التي أنا رأيت أنها تدل على ذلك وهي لا تدل على ذلك طبعا رأيت أنها تدل على حدث معين سيحدث بعد سنوات وقلت هذه الأرقام كلها تنبئ وتؤكد أن هذا الحدث سيحدث هذا العمل من أساسه غير جائز يعني شرعا غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبأ بالغيب الصحابة رضو الله لم يتنبأوا العلماء بعدهم لم يتنبأوا وآيات صريحة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته